وحول طريقة الشراكة مع الشركات الأجنبية أكد الشربيني أن هذه الوزارة ستتيح لها التقدم للشراء من خلال منصة إلكترونية بالعمدة الصعبة المدبرة من الخارج وبخصوص الشركات المصرية فسوف يكون تعامل بالجنيه المصرية العالية الخاصة بالشركات الأجنبية أو الشركات المصرية الأجنبية وتحديداً الشركات دي هيبقى يتاح لها من الخارج أن هي تتقدم على منصة إلكترونية خاصة بيها بحيث أن هم يشتروا بالعملة الصعبة الحقيقي متدبرة من بره تمام؟ دي نقطة مهمة جداً وبالتلات أليات الرئيسية دول إحنا بنستوعب كل المطورين سواء داخل مصر أو سواء خارج مصر